بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه مع شرط طلبة الطلبة الأعزاء اليوم 27 ماي 2020 طلب محاضرة خاصة بطلبة السودسي السادسة الفوجيني معا لتخصص قانون خاص قسم العربي بكل الحقوق محمدية حول مادة القانون البنكي محاضرتنا اليوم سنتناول في إطارها ونفكك واحد العبارة غالبا من نستعملها في محاضرتنا منذ أول حصة وستتنمح وضع حول مؤسسة الاعتمال والهيئة المعتبرة في حكمها من المقصود من هذه العبارة؟ أو هذا المفهوم؟ في البداية قانون 113 طبيعة حال متعلق بمؤسسة الاعتمال والهيئة المعتبرة في حكمها لينظم ويتطرق لمؤسسة الاعتمال والهيئة المعتبرة في حكمها سواء من حيث مجموعة من الأقصى من حيث مجال التطبيق والأيطان المؤسساتي من حيث منح الاعتمال وشروط مزاولة الناشط وسهل السحب الاعتمال من حيث البنوخ تشاركية من حيث أحكام المحاسبة والقواعد الاحتلازية من حيث المراقبة والرقبة الاحتلازية الكردية وتسوية صعوبة مؤسسة الاعتمال ونظام الضمان ودائع من حيث العلاقة بين مؤسسة الاعتمال وعملائها والوسطة في العمليات المنجزة من طرف مؤسسة الاعتمال من حيث العقوبة التأذيبية والجنائية وهي الأحكام ومقتضايات تناولناها في أغلبها تناولناها في حيث ماضية للوقوف على تلك المؤسسات المتنوعة سنتطرق أول الأمر لمؤسسة الاعتمال ثم نتناول فيما بعد هيئات المعتبرة في حكمها والملاحظ أنه تمت أحكام مشتركة وأخرى خاصة بين تلك المؤسسات نظرا لتنوعها على مستوى أو من حيث طبيعتها أو اختصاص المقول إليها فبالنسبة لمؤسسة الاعتمال حسب المادة الأولى كما رأينا في عدة مناسبات من قانون 113 تعتبر مؤسسة الاعتمال أشخاص الاعتبارية أشخاص معنوية التي تزاور نشاطها في المغرب أي كان موقع مقضوها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأس مالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيديها والتي تزاور بصفة احترافية نشاطاً واحداً أو أكثر من الأنشطة التالية تلقي الأموال من الجمهور عملية الاعتمال وضع جميع وسائل الأداء رهنا تصدف العملاء أو القيام بتدبيرها وقد تناولنا هذه المادة في عدة مناسبات وفصلنا فيها إذا قريت وقلنا في إحدى المحارات يمكن الطريب أن يعمد أو يقوم بتحليل هذه المادة للوقوف على بالدرجة الأولى على كيفية تناول أو تحليل النصوص القانونية كما سمح القانون 113 لمؤسسة الاعتمال القيام بمجموعة من العمليات حددتها المادة سبعة من نفس القانون كعملية الصاف أو خدمات الاستثمار وغيرها من العملية والذي تناولناها من قبل وتنص المادة أيضاً مادة عشرة في فرقاتها الأولى من نفس القانون القانون 113 على أنه تشمل مؤسسة الاعتمال الصنفيني من المؤسسات البنوك وشركة التمويل أي مؤسسات تنقسمه إلى نوعين هناك البنوك المصاريف وشركة التمويل وشركة التمويل بالنسبة للمصطلح مصاريف بعض التشاعة المقارنة خاصة المشرقيات تستعميل مصطلح مصطلح محل بلغ بالنسبة للبنوك يترجع للقانون التجاري وحسب المادة نمتخن ذاكيرتي ميشين وواحدة وابعين فإن البنوك هو كل مؤسسة قد وكل هيئة يخول لها القانون يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تشحب عليها شيكات وقد قلنا في إحدى المحاضرات أن المشارع المغربي كغيره من أغلب التشريعات المقارنة نميضع تعريف القانونية دقيقاً جامعاً مانعاً بل اقتصر في تعريفة المتعلقة أو في تعريفة المصطلح البنوك على التركيز حوله أو لا على إبراز بالدرجة الأولى وضائف البنوك أي في وضع تعريف معين للبنوك غالباً ما يعتمد وضائف البنوك أي اكتفاء بالعمليات التي يقوم بها البنك لتعريف هذا الأخير ويعود السبب رئيسي صعوبة وضع تعريف قانوني دقيق كما قلنا رغم محاولات الفقهية متعلقة بوضع تعريف خاصة وقد تطرقنا إلى ذلك في المحاضرة الأولى قلنا يعود ذلك لأسباب تالية اختلاف وتنوع عنشطة البنوك بل تنوع واختلاف طبيعة ونوعية البنوك والمصارف من بنوك الخاصة بنوك عمومية بنوك استثمارية قطاعية وبنوك تشاركية بنوك حظة إلى غير ذلك أيضاً يعود السبب إلى عدم توفف وإعطاء تعريف قانوني دقيق أو الوقوف على تعريف دقيق جامع مانع أيضاً يعود السبب إلى التطور سريع للعملية بكية والتساع أنشطة البنوك والمطبطة أساساً بتطبيق سياسة الدولة المالية والنقدية وأيضاً تدخل التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ العمليات البنكية وهذه الأسباب هي التي دفعت بأغلب الفقه بالاكتفاء باعتبار البنوك والمصارف مؤسسة تطلع بالعمليات البنكية المحددة والمنظمة في القانون البنكي أو للقانون والقوانين سواء تشريعية أو تنظيمية المنظمة للعمل البنكي أو للمهنة البنكية وبيضجوه إلى المادة 12 من قانون ميلقة 12 نراه ينص على أنه يمكن للبنوك أن تعتمد من أجل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشائل في المواد مادة الأولى مادة 7 مادة 16 من هذا القانون ويسمح لها وقد تطلقنا لها المواد ويسمح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أموالا تحت الطلب أي لأجل يساوي أو يقل عن سنتين غريباً 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 ويساويات هنا لأجل ترجع لها المادة 16 من قانون 113 وكما قلت سابقاً في عدة مناسبات لا بد أن يدع الطالب عند مراجعة أو مطالعة ومن أجل تركيز جيد حول هذه المادة النصوص قانونية النصوص قانونية وهي فالعيطة المتنوعة بالأخص قانون 113 هو القانون التجاري بجانب البنوك هناك كمؤسسة ثمانية شركة تموين فحسب المادة 13 من قانون 113 شركة تموين هي مؤسسات مؤسسات التي تزاوي لبعض الأرشيط التي تزاوي لبعض الأنشطة المقررة في الاعتماد المتعلق بها المؤسسات التي تزاوي لبعض الأنشطة المقررة في الاعتماد المتعلق بها والواردة في المادة الأولى والمادة السابعة في البنود أو الفقارات من جوج إلى 5 من قانون 113 هي مؤسسات التي تزاوي لبعض الأنشطة المقررة في الاعتماد المتعلق بها والواردة في المادة الأولى والمادة الفقر الثانية إلى الفقر الخامسة من قانون 113-12 كما نلاحظ دائما المشاريع غالبا ما يعتمد الإحالات لعدم استعمال التكرار بين هذه العمليات تلقي الأموال من الجمهور عملية الاعتمال وبضع جامع وسائل لتصرف العملاء أو الخيام بتدبيرها خدمات الاستثمار عملية الصرف العضع للعموم لعملية تأمين أشخاص تأمين خاص بالأشخاص العملية المتعلقة بالذهب والمعادل النفيسة والقطع النقلية عملية إيجاد المنقولات أو العقارات بين قوسين المجرور العودة إلى المادة السابعة والثامينة من قانون 113-12 كما سمحت المادة 12 من قانون 113 لشركة تمويل القيام بعملية تلقي الأموال من الجمهور ولأجل نيافوق سنة واحدة بعد الحصول على الاعتماد في هذا الصدد من طرف بق المغرب هنا أيضا يمكن رجوع المادة 12 لتحلل على المادة 34 من نفس القانون أي قانون 113 هذا فيما يتعلق تحديد ما المقصود بمؤسسة اعتمان وهي تنقسم إلى صنفين البنوك والشركة التمويل ما المقصود من عبارة الهيئات المعتبرة في حكمها عندما نقول هيئات المعتبرة في حكمها تعود في حكمها تعود إلى مؤسسة اعتمان أي كأننا نقول هيئات مشابهة أو التي تمارس بعض المهام أو التي تخدع لبعض المقتضيات التي تطبق على مؤسسة الاتمان في هذا الصدد تنص المادة 11 من قانون 113 على ما يلي تعتبر هيئات المعتبرة في حكمها مؤسسة الاعتمان في مدلول هذا القانون أي قانون 113 نقطتين مؤسسة الأداء جمعيات سلوفة الصغيرة البنوك الحظة الشركات المالية صندوق إداء والتدبير صندوق الضمان المركزي وقد أطلق عليها المشاريع أي قانون 113 الهيئات المعتبرة في حكومة أي المؤسسات أو الشركات أو الصندوق أو البنوك أو الجمعيات أي لخصها في مصطلح الهيئات كما أنه عبر عنها بالهيئات المعتبرة في حكومة أي التي تخدع لمقتضيات مشتركة كليا أو جزئيا مع مؤسسة الاتمان فبالنسبة للنوع الأول من الهيئات أي مؤسسة الأداء هي تلك المؤسسات التي تقدموا واحدة أو أكثر من خدمات الأداء مؤسسة الأداء هي التي تقدموا واحدة أو أكثر من خدمات الأداء كعملية تحويل أموال وتنفيذ عملية الأداء بواسطة أي وسيلة اتصاع عن بعد شريطة أن يعمل المتعهد فقط كواسيط بين المؤدي ومؤذي السلع والخدمات وغير ذلك من الخدمات المنصوص عليها بالمدة 16 كما يمكن مزاولة عمليات الصرف مع التقييد واحترام قوانين الصرف أي قوانين أو النصوص الشرعية والتنظيمية الجريب بها العمل في هذا الميدان أي ميدان الصرف نعيد هي مؤسسة الأداء هي تلك المؤسسات التي تقدم واحد أو أكثر من خدمات الأداء كعملية تحويل أموال وتنفيذ عملية الأداء بواسطة أي وسيلة اتصال عن بعد بطاقة الأداء إلى آخره أو مثلا بواسطة الهاتف إلى آخره اتصال عن بعد أو عن طريق الشبكة عن كابوتية نظر أن يتطور العملية البنكية ويمكن الأداء ويمكن إصدار بعض التعليمات من طرف الزبناء أو العملاء مؤسسة بنكية إلى هذا الأخير للقيام ببعض التحويلات أو بعض العمليات البنكية إن بواسط أي وسيلة اتصال عن بعد أن يعمل المتعهيد فقط كوسيل المتعهيد هنا فقط وسيل أي مؤسسة الأداء بين المؤدي وموريد السلع والخدمات وغير ذلك من الخدمات المنصوصة عليها بالمادة 16 مثلا كنلاحظو في مثلا الأماكن التجارية الكبيرة مثلا سيبرماشي وغيرها أو شبه ذلك قد يتم الأداء بواسطة بطاقة الأداء إلى آخره وهنا هذه البطاقة هي بمثابة وسيط بين المؤدي وموريد السلع والخدمات حتى الخدمات قد تؤدى بواسطة بطاقة الأداء مثلا الذي يستفيده مثلا من بعض الخدمات مثلا كتغطية مخاطر مثلا في تعمين أو الاستفادة من بعض الخدمات السياحية كالإقامة يمكن أداء مسبقا بواسطة الأداء لحز غصفة مثلا بفندق أو ما شبه هذا لي هذا فيما يتعلق مؤسطة الأداء جمعية السلوفات الصغيرة هي هيئات تمنح قروض صغيرة قصد تمويل مشاريع للطابع اجتماعي فهي تخضع لقانون خاص هو قانون 18-67 ومتعلق بالسلوفات الصغيرة تمويل مشاريع للطابع اجتماعي تقديم قروض صغيرة من أجل تمويل مشاريع قروض صغيرة تريد هنا عملية بنكية منح قروض هي عملية تمنية منح قروض صغيرة قصد تمويل مشاريع للطابع اجتماعي فهو في صناعة تقريرية وصناعة صغيرة وغير ذلك كما تطبق عليها بعد المقتضيات وأحكام قانون 113 المتعلقة بمنح الاعتماد وشرط مزولة النشاط أي منح السلوفات الصغيرة وزحب الاعتماد تطبق عليها المتقدة وكذا تطبق تلك المقتضيات المتعلقة بالمساعدة والقواعد احترازية والضقابة وأحكام مراقبة مؤسسة الاعتماد وكذا الأحكام الخاصة بالعلاقة بين مؤسسة اتيمان وعملائها والوسطى في عمل اتيمان بالإضافة للأحكام المتعلقة بالعقوبة التأديبية والجنائية والخضوع لتلك الأحكام المشارع إليها أي تطبق هذه الأحكام التي رأيناها والتي تشارك هذه العيئة تشارك في هذه العيئة مع مؤسسة اتيمان الخضوع لتلك الأحكام يكون بمنشو صادر عن والي بانك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسة اتيمان لاحل معي تظل خاضعة لمنشو صادر عن والي بانك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسة الاعتماد وبالتالي تخدع لرقابة بانك المغرب وغالبا ما يتدخل والي البانك المغرب في عدة مقتضيات تنوينها في عدة محاضرة وهذا ما يطاحه سؤال حول مؤسسة والي المغرب ثم هناك البنوك الحضاء حسب المادة الأولى من قانون 58-90 المتعلق بالمناطق المالية الحضاء وقد أصرنا إليها عند الحديث عن أنواع البنوك حسب المادة الأولى من قانون 58-90 المتعلق بالمناطق المالية الحضاء خاصة منطقة طانجة البنوك الحضاء هي كل شخص معناوي بغض النضاء عن جنسية مسيره والمشاركين في رأس ماليه والذي يوجد مقره الاجتماعي في منطقة حضاء والذي يعتمد بصفة اعتيادية وأساسية تلقي الودائع النقدية الأجنبية هذه عملية من عملية البنكية والذي يقوم بتوضيفها أيضا عملية من عملية البنكية سواء لحسابه الخاص أو لفائدة زبنائي في العمليات المالية المتعلقة بالقرد والبورصة والصف وهي أيضا عمليات البنكية والعمليات المتابعة بالبورصة والعمليات الصف فنعي البنك الحضاء وضعها غلي الإشارة وضعها المشاريع أو للمناطق المالية الحضاء خاصة منطقة طانجة وغيرها من المناطق أنشاءها المشاريع المغربية أو لنشاء الدولة المغربية من أجل تشجيع الاستثمار تشجيع الاستثمار لذلك منحها عدة امتيازات كما رأينا ورغم من الأحكام النصوص الشرعية المتبقة على البنوك الحضاء الخاضي على القانون المنظم من المناطق المالية الذي تناولناه ونوء الذي يتجلى في قانون 58-90 فإنه تتطبق عليها أيضا مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بانك المغرب والي بانك المغرب من مرة أخرى مؤسسة والي بانك المغرب نستقضي بها في عدة مناسبة بمنشور يصدره والي بانك المغرب بعد استطلاع أي بعد أخذ رأي لجنة مؤسسة الاعتيمان والتي لها ضوض كبير في قانون البنكي فإنه تسري عليها الأحكام المنصوص عليها في قانون 113 أيضا يحكم سؤالها في قانون 113 والمتعلقة بمنح الاعتماد وشروط مزورة النشاط والمتعلقة أيضا بالمحاسبة وبالقواعد الاعتيرازية والمتعلقة أيضا بمراقبة مؤسسة الاعتيمان وبتري المراقبة هذه البنوب والمتعلقة بالرقابة الاعتيرازية الكلية وتسوية صعوبة مؤسسة الاعتيمان ونظام دمى الودائع والمتعلقة أيضا بعلاقة بين مؤسس الأتيمان وعملائها والوسطى في عملية المجازة من طرف مؤسس الأتيمان والمتعلقة أيضا بالعقوبة التعديبية والجنائية أي هناك أحكام خاصة تطبق عليها والمنصوص عليها في القانون 58-90 المتعلقة بالمانات المالية الفضاء وهناك مقصديات تطبق عليها وتخدع لها والمنصوص عليها والتي سبق أن تناولناها المنصوص عليها في قانون 113-12 وعموما تظل خاضعة لرقابة بالدهج الأولى لرقابة بانك المغرب ثم هناك صندوقين أولا صندوق الإيداع والتدبير والذي أنشئة سنة 1959 ومؤسسة ذات صبغة مالية عمومية مؤسسة عمومية مؤسسة مالية تقوم بمهام متنوعة كتدبير الودائع المتأتية من صندوق الوطني الدمان الجماعي هذا ليس بالمثال وتدبير الودائع المتأتية من صندوق التوفير الوطني ومن مؤسسة أخرى خاصة مؤسسة عمومية يعمل هذا الصندوق على توظيف تلك الودائع في السوق المالية والنقدية كما يقوم بتقديم قروض وتصبيقات للجماعات الترابية عن طريق صندوق الجهيز الجماعي وبالتالي يقوم بمجموعة من العمليات البنكية بجانب هذا الصندوق هناك صندوق الضمان المركزي والذي انشئه سنة 1943 وهو مؤسسة أيضا عمومية متخصصة في ملح ممكن أيضا قول بأنها مؤسسة مالية عمومية متخصصة في ملح الاعتمان عبر الاتزام بالتوقيع لفائدة المؤسسات الخاصة أو العمومية التي لا تتوفر على ضمانات مالية كافية للحصول على القروض البنكية إنها هي مؤسسات مالية عمومية متخصصة في ملح الاعتمان عبر الاتزام بالتوقيع الاتزام بالتوقيع استعلان الاتزام بالتوقيع لفائدة المؤسسات الخاصة أو العمومية التي تتوفر على ضمانات كافية للحصول على القروض البنكية أي تقدم ضمانات لفائدة المؤسسات الخاصة والعمومية التي لا تتوفر على ضمانات مالية كافية لحصول على قروض البنكية لأن الحصول على قروض البنكية سواء متوسطة أو كبيرة أو غير ذلك لا بد من تقديم ضمانات مالية في هذا الصدد فهي تلتزم عبر توقيعها بضمان تلك المؤسسة أي أنه إن صح التعبير يلتزم هذا الصندوق الصندوق الضمان المركزي بتوقيعه وليس بنقده بتوقيعه كضمانة للمقاولة أو الشركة أو مؤسسة سواء عمومية أو خاصة حيث في حالة عجز هذه الأخيرة عن دفع ديونها لفاعدة المؤسسة البنكية الدائمة فإن الصندوق يحل محلها الصندوق أي صندوق الضمان المركزي يحل محلها وتجيب الإشارة إلى أن الصندوقين سالفين الدكر صندوقين سالفين الدكر سواء صندوق الأول لصندوق إيداع والتدبير أو صندوق الضمان المركزي تطبق عليهما أيضا المقتضيات الخاصة بالمادة 47 من قانون 113 المتعلقة بدرورة تبليغ في إيطار رقبة تبليغ إلى بنك المغرب كل الوطائق والمعلومات اللازمة للحسن سير المصالح ذات الاهتمام مشترك كعوارد أداء الشيكات أو الشيكات غير صحيحة أو الأوراق التجارية غير مؤدات كمبيا لو سندت لأمر أو إشعارة اقتطاع غير مؤدات أو مخاطر الاهتمان خاصة المعلومات المالية المقيدة لتحديد مخاطرها التي تتعرض لها أو التي قد تتعرض لها أو المتعلقة بحسابات بنكية كإحصاء جميع الحسابات تحت الطلب والحسابات لأجل أن هناك حسابات تحت الطلب والحسابات لأجل المفتوحة بضافات الحسابات هذه معلومات تلتزم يلتزم بها الصندوقين معا يلتزمان بتبلغها إلى بنك المغرب في إيطار رقبة التي يمارس هذا الأخير على المؤسستين المدكورتين وهكذا نلاحظ أن المشاذع في قانون 113 قد توسع في تطبيق بعض الأحكام الخاصة بمؤسسة الاعتمان على الهيئات المعتبرة في حكومية أي المشابهة لمؤسسة الاعتمان على الرغم من وجود إيطار قانوني خاص بها هناك أحكام خاصة وهناك أحكام عامة وهكذا في الأخير نكون قد حاولنا إزالة الغموض حول عبارة مؤسسة الاعتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي يتناولها الطالب في عدة مناسبات دون الانتباه لنفهمها أو محتواها على رغم متناولها في عدة مناسبات وكذا على رغم من التفصيل فيها عند دراسة مادة القانون البنكي وقد تناولناها وهي متابطة للعبارة متابطة بجميع حتى بجميع المقتضايات التي تناولناها في مقبل تناولناها في مقبل في محاضرات متنوعة خاصة أو لا حتى بتلك المتعلقة بالواسطة سواء الواسطة البنكية أو الواسطة في إنجاز الخدمات التي تقوم بمؤسسة الاعتمان أو فيما يتعلق بالسين المهاني البنكي أو فيما يتعلق بالسين المهاني البنكي وقبل الختم وكما جرت العادة فإن حكمة اليوم تنصبوه حول حول قولة أو لفكرة طرحها أحد المفكرين ستيف جوب حول ما مضمونه باللغة العربية إذا تركنا جانباً لغة إنجليزية وفرانسية ما مضموها ما يلي إذا لم تعمل أو لم تجتهد على تحقيق أحلامك إذا لم تعمل وتجتهد على تحقيق أحلامك لاحظ معي فإن أحداً سيشغلك لديه لتحقيق أحلامه إذا لم تجتهد وتعمل على تحقيق أحلامك لكل واحد لديه أحلام فعلم وكن متأكد أن أحد أحداً أو لأحد أشخاص سواء شخص طبيعي أو شخص معناوي سيشغلك ويستغلك ويشغلك أي يشغلك لديه لتحقيق أحلامه وليست حقيق أحلامك والله الموافق والسلام عليكم وحمد الله وبركاته